طيب كابتن حشيش برضو اعرف وجهة نظرك في نهاية هم الموسم بعد كده نتكلم عمدش المصري موسم استثنائي لنادي الاهلي موسم مميز جدا لنادي الاهلي بعد ظلم بين خلال الموسم اللي فات في حاجات كتيرة جدا جدا على المستوى الافريقي ومستوى المحلي قدر النادي الاهلي يعود بقوة بقوة كبيرة جدا جدا في كل حاجة يعني زي ما كابتن ماهر قال بداية من اختيار جهاز فني على اعلى مستوى يقود الموسم ده لعيبة اختيرات لعيبة تدعمات كتيرة للنادي الاهلي اداء مميز في بطولة افريقيا بعد التعصر البسيط في دور المجموعات في افريقيا قدر النادي الاهلي ينطلق وكانت من هنا هي الشرارة او البداية القوية للنادي الاهلي كنتيج وكاداء حقق فيها النادي الاهلي خمس بطولات قدر في البطولة المحلية 32 مباراة بلا هزيمة انا ما اعتبرش المباراة الاخيرانية دي هزيمة لان انت بتتكلم على المباراة اللي هي في البطولة المباراة اللي خلاص بعد ما البطولة تحسمت دي بتبقى تحصيل حاصر يعني كان ممكن النادي الاهلي يلعب بالناشئين بالصف الثاني بالصف الثالث ما كانش فارق وانا يعني بكلم مع الناس اللي كانت زعلانا النادي الاهلي خسر المباراة اللي فات بتاع بيرامتز انا كنت متوقع هذا لان ده وضع طبيعي بطولة انتهت ناس خلصت خلصت الموسم كل ببطولات كتيرة جدا جدا اي حاجة في الدنيا حالة الزهق والملل وحضراتكم واحنا كلنا عدنا بي اي حاجة كابتن اسلام في الدنيا لو ما فيهاش الدافع ما فيهاش تعمل حاجة لو انت ما بتحبش الشغل بتاعك وعايز تعمل حاجة فيه وعندك الدافع انك توصل فيه مش هتوصل هو ده كان وضع مباراة اللي فات بتاع بيرامتز النادي الاهلي اللعيبة منهكة اللعيبة عملت كل شيء هذا الموسم اداء وبطولات واهداف وارقام كتيرة جدا جدا بتلعب مباراة تحصيل حاصل مؤجلة من اخر الدنيا الموضوع انتهى في المقابل فرقة تانية الوصيف بالنسبة لها المباراة بطولة انها تنهي موسم بمكسب للنادي الاهلي فكانوا نازلين فرق في الدوافع غير عادي مع توفيق طبعا اللي حصل داخل المباراة كل ده طبعا يعدي وبرضو مباراة بكرة هي تحصيل حاصل برضو تعرف انا بكرة يعني بعد ما عرفنا ان في عدد كبير من اللعبين سيكون خارج المباراة وجهة نظري برضو ان لو انا مكان وهو عملها موسماني قبل كده لو انا مكان كولر اقعد في المدرجات واخلي المساعد بتاعي او كابتن سامي اللي هو جنبالي ايه حد فيهم وجهة نظري على فكرة وجهة نظر تحترم لان هي برضو انت عارف ده من الفرجة من فوق غير تحت لا وبعدين انا موجود انا موجود بزرق يعني انا موجود وبتفرج عليكم صحيح صحيح كل حاجة ولكن انا بنفس الوقت سايب الموضوع وجهة نظر يعني بسيطة يعني ايه الموضوع حجيز تسوبي الايام انا احنا موسيماني عمل كده سنة عمل سنة بزرق موسيماني عمل كده سنة موسيماني عمل كده يعني اه وفعلا هو الرجل طلع في المدرجة قعد فوق اسلام زم انت قلت موسيماني لأ موسيماني قعد على الدكة يعني موسيماني قعد فوق ما بيقومش يعني موسيماني قعد فوق وانا درت المباراة والله فبردك من ضمن الافكار الاجانب يفكروا فيها بسهدير يعني كمان رايحات اللعيب زي ما انت قلت يعني اللعيبة احنا بالنادي بقالنا يمكن خمس مبارات كابتال اسلام حشيش ان احنا فكرة كانت راحة اللعيبة اللي فرقت معنا كنا نتمنق خلال الخمس مبارات اللي فاتوا دول كلنا كنا بننظر لهذا الموضوع يا كابتال عشيش ولكن في النهاية احنا وثقنا في هذا الرجل كجمهور بقى مش كمحللين وفنين احنا وثقنا في هذا الرجل الرجل دجاب لنا خمسة من خمسة وبالتالي هو له مطلق القرية في اختيار ما ولازلنا بمسك فيه طبعا ولازلنا طبعا ولازلنا بمسك فيه وانجيب لك خمسة من خمسة ولو تفتكر يا كابتال اسلام الحلقة الاخيرة اللي قبل ماتش المقولين لما كنت بتسألني سؤال بتقولي تحب او تفتكر ان هو يلعب الاساسين عشان يحقق ارقام بعدم الهزيمة ولا يشوف ناس جداد قلتلك لان انصر لازم يشوف ناس جديدة لان لما يشوف ناس جديدة الناس اللي هتقعد والناس اللي هتمشي والناس اللي هتطلع عارة والكلام ده اهم منك تحقق انا مع حضرتك على فترة